المريض لما بيروح المستشفى بيبقى فيه أمس الحاجة للعلاج والتداوي والخروج من المستشفى محدش بيحب نموة المستشفيات ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا يا رب لكن أكم في المستشفيات من أمور بتحصل وأسرار بتحصل بعد شوية تحس إن الحالة تفاقمت الحالة بقت للأسوأ وبعد كده نوصل لمشكلة كبيرة لقدر الله طيب إحنا بالنسبة لنا إزاي نعرف إن الحالة اللي عندنا حصل معاها تلوث حصل معاها خطأ طبي حصل معاها حاجة مش مظبوطة الشق التاني طول الوقت بنسمع عن حوادث بتحصل أو حاجات متعلقة بأخطاء طبية بتحصل ناس أزمتها تفاقمت الصحية داخل المستشفيات وخرجوا بحثا عن حقوقهم الضائعة وبعد كده بنلاقي إن فيه إجراءات معينة بتتخذ والمواضيع أي أن كانت نهايتها إيه ما بتكونش بالقدر الكافي غالبا لراحة الشخص اللي تعرض لهذا الخطأ الطبي طيب تاريخ الموضوع ده إيه ورصد لتحقيق النهاردة مع حضراتكم لرصد للحالات اللي كانت موجودة دي وتم التعامل معاها إزاي ووصلت لفين وعدد تقريبا أو إجمالي تقريبا الحالات اللي ظهرت للنور بس اللي تعرضت لهذا النوع من الأخطاء الطبية ده اللي هيكون معنا النهاردة مع ضيوفنا الكرام فقرة دي هدفها لحضراتكم وكل يوم أكد على حضراتكم أهدف فقراتنا النهاردة هدفنا التوعية إزاي تعرف إن عندك خطأ طبي في الحالة اللي عندك في المستشفى وإزاي تتصرف وتقدر تتعرف النهاردة من خلالنا على مجموعة من الأخطاء الطبية اللي حصلت ورصد دقيق لها من خلال ضيوفنا النهاردة اللي بنوارنا بداية برحة ضغطي الكريمة الأستاذة مي الخلي الصحفية بجريدة الأهرام صباح الفلية أستاذة مي كمان ضيفي الكريمة دكتور مريد مكرم استشار الجراح العامة والمناظير والأورام في مستشفيات وزارة الصحة وزميل الكلية الملكية للجراحين صباح الفلية دكتور صباح النور أهلا وسهلا أستاذة مي خليني أبدأ مع حضرتك حضرك عملتي تحقيق من التحقيقات القوية جدا وكنت شاطرة فيه جدا يعني توفيق رب إن شاء الله بخصوص رصد للحالات المتعلقة بالأخطاء الطبية تكلميني عن أبرز الحالات اللي كانت موجودة في التحقيق بتاعك هو بداية وفقا لمؤتمر في المعايير السلامة والجودة الصحية أعلنوا إن حالات الخطأ الطبي في مصر خمس طلاف حالة في سنة 2013 وفي تقرير لهيئة النيابة الإدارية أعلنت إن فيه خمسمية تلاتة وتسعين حالة في سنة 2014 حالة خطأ طبي تمام لما بنتكلم عن حالات الخطأ الطبي مش بيقصب بيها إيدانا لكن بيقصب بيها إحنا ممكن نعمل إيه بعد كده فيه جملة شهيرة بتتقال هو إن أمريكا معدلات الخطأ الطبي فيها عالية جدا أوكي لكن خلينا نقول إن معدلات الخطأ الطبي دي في أمريكا بيوصنف إن 80% منها التشخيص خطأ لأن هما عندهم قانون للأخطأ الطبية لكن إحنا في مصر ما عندناش قانون محدد للأخطأ الطبية هي بتغضع لقوانين العقوبات العامة وإن لما بنتكلم عن الأخطأ الطبية خلينا نقول أمريكا عملت إيه لما اكتشفت إن هي عندها حالات عالية جدا من الخطأ الطبية عملوا هيئة لتوصيق الأخطأ الطبية وعملوا مؤسسة لأمان المواطن لأمان المريض وعملوا بوليس التأمين بمقتضاها بيبقى الطبيب والمؤسسة نفسها مضطرين إن هما طول الوقت يحدثوا نفسهم وإن هما يتجنبوا الأخطاء قدر الإمكان ويتلفوها وإن الإهمال يبقى في أقل درجاته لأنه بيبقى متخوف إن بوليسية التأمين بتاعته ما يقدرش ياخدها في الآخر بيرفعوا التأمين بتاع الطبيب كل ما يبقى أخطاءه أكتر بيتحمل التأمين ده المستشفى والمواطنة والطبيب جزء وجزء علشان المؤسسة تبقى مضطرة إن هي ما تحتفسي بشكل كبير بالطبيب اللي بيخطئ كتير فالطبيب عنده ترجت إن هو يحافظ على نفسه والمستشفى عندها ترجت إن هي تحافظ على نفسها علشان تقدر تستمجها وبالتالي هنا بيتم تحجيم الأخطاء الطبية بالتالي بيتم لأنه فيه منافسة وفيه هو محتاج يفضل موجود والمستشفى محتاجة تفضل موجودة فبيحافظوا على نفسهم بأكبر قدر الأخطاء دي حقيقة قلت وخلينا نتكلم كمان عن أن الترخيص أصلا مزولة المهنة ما بيمنحش لا للطبيب ولا للمنشأة إلا بعد إجراءات معقدة جدا علشان يقدر يمارس عمله وهم يقدروا يضمنوا حق المريض في إنه مش هيحصل له أخطاء طبية نتيجة نعدام الخبرة أو الكفاءة خلينا كمان نتكلم أنه أنت عملتين الرصد للمجتمع الأمريكي والتعامل مع الأخطاء الطبية بشكل طيب جدا وبالنسبة لنا احنا طبعا في دول العالم التالت المجتمع الأمريكي هو النموذج المعاصر بالنسبة لنا في التفادي الكثير من المشكلات اللي عندهم يعني أو عالميا أرجع بيكي بقى للحالات اللي رأسطيها في تحقيقك في مصر هو احنا كنا بنشتغل في صفحات اهتمامات الناس في الأول عن حالات إنسانية كان بيجينا حالات عندهم مشكلة كبيرة جدا مثلا حصلوا مشكلة في النخاعة الشوكي دي ما يقدرش يعملها على تكلفته الخاصة نتيجة خطأ طبي فاحنا في الباب ده كنا بنشتغل ناس إنه هما يقدروا يتبرعوا علشان يقدروا يتكفلوا يتكفلوا بالخطأ الطبي ده فبدأنا نرصد نشوف إنه في حالات كتير بدأت تيجي بالشكل ده فبدأنا نفكر إنه إحنا نعمل رصد للحالات للخطأ الطبي يمكن من أبرز الحالات اللي رصدناها إنه كان فيه للمفارقة هي طبيبة اسمها مارسيل خمسة واربعين سنة هي دخلت تعمل عملية فتاء وحصلها مشكلة صحية في التنفس زميلها شخصوها إن هي ضغط على الحجاب الحجز قدت لإن يحصلها مشكلة في التنفس وضعت على جهاز تنفس صناعي لفترة وبعدين توفت وهي طبيبة يعني علشان الأطباء ما يتخيلوش إنه إحنا بنبقى متحيزين ضدهم ده من نمازج الفجة اللي عدت على حجاب الحجاب من نمازج آه ويمكن فيه نموذج تاني لمريضة هي كانت دخلة تولد سعيدة دخلة تولد وبعدين الدكتور عمل ربط للشرايين المتصلة بالرحم وبعدين قطع الجزء العلوي من المسانة أثناء العملية والسيدة فضلت تنزف لفترة طويلة جدا ست ساعات تقريبا وما قدرواش يلحقوها في الآخر وضعت على جهاز تنفس أهلها قرروا أن هما يسفرها سويسرا هما كانوا مقتدرين يعني لكن في الآخر سويسرا قالت أن هي مش هتقدر تعمل معها حاجة الحالة جاية منتهية فاضطروا يرجعوها هنا مصر بقيت في مستشفى على جهاز تنفس 20 يوم وبعدين توفت ممكن دي أبرز الحالات اللي ممكن أتكلمكم عنها هرجع لحضراتك تانية ولكن هروح لضيفي بقى الدكتور مريد مكرم أولا دكتور مريد لو عند حضراتك تعقيب على أي حاجة من الناحية الطبية اللي اتكلمت فيها أستاذ مي أحب أسمع من حضراتك بداية